كان دائما يتحدث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته سواء كانت أمام الأمم المتحدة أو غيرها من المحافل الدولية كان دائما ما يكون في متن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشاكل إفريقيا وهموم إفريقيا لكن بعيدا عن إفريقيا لأن ما حدث في إفريقيا هو أيضا طفرة حقيقية بكل المقاييس وعودة الرياضة نتحدث أيضا عن فكرة إصرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تماسك مؤسسات الدولة داخليا والعمل على ذلك في ظل انهيار هذه المؤسسات في الدول المجاورة كيف ترى ذلك خلال الثماني سنوات يعني خلينا أقولك الرئيس سيسي رفع مبدأ الحفاظ على الدولة القومية في أي مكان في العالم مش في مصر بس يعني فترة من الفترات بعد 30 يونيو كانت الصورة سيئة بالنسبة لجرنة سيئة بالنسبة لسوريا كان هناك من يريد تفتيت سوريا كان هناك من يريد تفتيت ليبيا كان هناك من يريد تفتيت السودان رئيس سيسي كان هناك من يفتح باب الجهاد لسوريا وباب الجهاد لسوريا في فترة محمد مرسي لكن أنا أتكلم عن المستوى الإقليمي والدولي كانت هناك دول بتعتقد أنه عشان تصلح حال دولة تانية بتقضي على النظام فيها مصر تمساكت بمبدأ لابد من الحفاظ على الدولة القومية أنا مش عشان أعاقب نظام أنا مش راضي عنه أفتت البلد وشوفنا النموذج في سوريا لما سوريا شب تحولت إلى مكوناتها الأولية دول دروز ودول شيعة ودول سنة ودول أزيديين ودول ودول وحصل الصراع اللي حصل بينهم مصر قدرت تقنع الدول العربية بالوقوف مع الدولة القومية في سوريا بالوقوف مع الجيش الوطني في سوريا نفس القصة بالالتفاف حوالين ليبيا كبلد مستقل ليبيا ترجع تاني تتوحد تتوحد الأجهزة تاني القبائل يمكن لها دور في مستقبل ليبيا والولد الدور اللي احنا دخلنا فيه في ليبيا كانت ليبيا وضعها يبقى أسوأ من كده بكتير احنا يوم حطينا حاجز زمني وحاجز مكاني لأي تدخل في ليبيا سورة الجفرة احنا خافزنا على وحدة ليبيا احنا لو ما عملناش كده كان زمان المتطرفين والإرهابيين زحفوا للشرق كمان وكان زمان كان الحل ليبي ليبي وشوفنا مؤتمر القبائل الليبية في مصر بالتأكيد مؤتمر القبائل الليبية ومؤتمرات أخرى كثيرة تعقد حتى اليوم لاستعادة وحدة ليبيا توحيد قواتها المسلحة حل المشاكل بين الحكومات فيها حاليا البحث عن إطار دستوري تقدر ليبيا تجري الانتخابات على أساسه